أبطال عرض صلة وزي ما احنا كده كنا بنقول انتوا طبعا لسه من وارنا احكولي بقى فكرة وخليني اسمع صوت المخرج فكرة العرض لما تقالوكوا ان العرض حيبقى على مسرح الطالية يعني اتنقلتوا بقى من الجامعة لمسرح طالية واهتمام الدولة التجربة دي فيها خطوات كتير قوي بصراحة وفيها ناس كتير لازم اشكورها جدا نائب رئيس الجامعة عندنا دكتور عبدالفتح سعود ومستشار النائب دكتور تامر رادي اولا الجامعة عندنا اشكر كل الناس احسنين كل الناس بجد الدعم الاول لنا لجمعتنا بصراحة دي حاجة حلوة وقفكوا بقى على خشبة مسرح الطالية اللي وقف عليه النجوم بجد حقيين وتاريخ احساسكو كان ايه انت بقى انت المخرج فانت روح تنفست العرض والبروفات على المسرح اه اشتغلنا على المسرح قبلها باسبوع مسلا كان دكتور اه استاذ عالي الحسان كان قدنا لمسرح قبلها باسبوع ركبنا دي كورنا واشتغلنا اقضاء وظبطنا دنياتنا وعلكده عرضنا الاحساس غريب احساس مختلف من الجامعة لمسرح الدولة اه لجمهور بقى جمهور جمهور عام احساسك انت ايه وانت بقى يعني القصة يعني البطل من الابطال احساسك ايه انت بقى مش وقف قدام زميلك انت وقف قدام جمهور نال استحسان كبير من الناس ده حقيقي جدا لان اصلا المسرح بشكل عام ليه هبة وبالذات المسرح المصري طبعا زي ما احراج قلتي ان ده مسرح الطليع وقف علي نجوم طبعا فتبقى فيه رهبة كده جوانا ان احنا يعني احنا بنقت وخطوات يعني نأمل ان احنا نقص الخطوات بالذات وصلنا للنجوم كبار كانوا بيعملوه طبعا وان تكون شايل مسؤولية ان انت مسرح مصري ده مسؤولية كبيرة جدا لان طبعا عارفين مصر الفن المصري عاماتنا هو قوى النعمة المصر واهتمام الدولة به في الفترة دي كمان بشكل متزايد ده دورنا وده واجبنا ان احنا نوعي الناس بده عن طريق الفن وبنشوفها مش عايزة اقول رسالة بالمعنى الصعب ده لكن توعية توعية الاجيال جاية توعية ان لا تراصنا احنا الروايات بتاع كتابنا العظام ده واجبنا فكان موضوع بالنسبة لي تجربة تجربة مهمة جدا طبعا عايزة اسأل المعلم اصلي المعلمين دول انتوا عارفين يعني ايه يعني هيقول بقى اللي عنده انت شايف انه بجد ده كلام بجد ولو مش حاصل قولي الحقيقة شايف فعلا انه اهتمام الدولة بالمواهب بقى محسوس يعني ناس بتغني ناس تبقى موجودة على المصرح افتح المصرح للمشروعات طلبة وطالبات من المعاهد خصوصا انتوا كمان بتدرسوا في المعهد فنون المصرحية فانتوا ابناء شرعيين جدا للمهنة وهنا ارشاد سياحي وهنا ارشاد سياحي من الجامعة وانتوا التلاتة من معهد فنون المصرحية حاسس باهتمام حقيقي؟ ولو مش حقيقي يقولي حاسس لا حاسس باهتمام علشان الدولة بتادي تعمل برامج كتير تختار منها المواهب وتبتدي تصنفها علشان تنتج لهم سواء مشروعات مثلا افلام او مصرحيات فارق ده مع الشباب يعني في جو الشباب فارق جدا جدا علشان الواحد بيبقى حلمه او طموحه انه انه يبقى نجمة او انه يبقى فنان او ان حد بس يشوفه يشوفه فيعرف انه هو عند مهبة كان ممكن ده ما كانش موجود في فترة من الفترات بقى موجود بشكل قوي جدا من حسل ما احنا كنا شغالين في مصرح الطليعة الطليعة كان مستضيفنا فبيستضيف العرض فبيجي الناس كتير جدا 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 سواء منتجين سواء مخرجين سمعت انه نقيب الموصلين دكتور اشرف زاكي كان موجود دكتور اشرف زاكي ودكتور علاء والاتنين ودكتور علاء عبد العزيز رأيهم ايه في العرض خليني اعرف من عمر بسطوا جدا يعني اكلمتهم كلهم طبعا دكتور اشرف زاكي احب اشكره عن طريق حضرتك يعني انه هو فعلا فعلا دعم حقيقي لنا جيب بصب العرض لمعرف ان احنا اخي الليلة لنا مبارح كلمنا وقال انا محتاجة عب معاكو عشان العرض ده لازم يتسوق ولازم يتسوق صح لازم الدنيا كلها تشوفه لانه بيتكلم عن اواضي مهمة جدا جدا وهي النفس نفس البني ادم نفس الانسان هي القصة عصلها كلها بتتكلم عن نفس الانسان كان فيه سورة من شوية عرضوها زمايلنا السورة دي انا عجباني الاضاءة هنا حلوة يعني واضح ان انتوا كمان اهتميتوا بالملابس بالاضاءة يعني انا بجد متشوقة انا كمان لما يتم العرض ده اشوفه كلموني كلمين يا نيرفانا الملابس بقى دي نيرفانا ولا دي حد تاني لا ده انا ده انت اه مش باين اه بس الاضاءة حلوة الحالة دي الملابس ايه والله والملابس يعني انت مرات المعلم اه كان فيه اهتمام بدا ولا مجرد هو هنا برضو فيه سور تانية اهي كلها ده للعرض فضاليا نيرفانا الملابس والله يعني انا بالنسبالي كنت شايفة الكاركتر ان هي لازم تبقى شكلها بنوتة كيوت طفلة يعني هي حتى مش عارفة تلبس اللبس المفروض انه كزوجة تبقى لابساة لجزها في البيت فعندها الاختلاف اه طبعا يعني متجوزها وهي لسه عاملة دفيرة لحد ما بتيجي نور او بتيجي للي هي اللي بتفك لها لدفيرة بتاعتها وبتبدأ ان هي تغويها وبتبدأ ان هي تعرفها على دونية تانية وشوية بيجي صنقر كمان عشان يبدأ انه يتقل وهنا بيباني التحول تحول البنت اللي بتزلم وتتجوز وهي قاسر مش فاهم حاجة وبعين تروح لسكة برضو او حش يا قضية مهمة او دا دي كمان حاجة لحد ما بيخليها تدمن عالمخدرات فبتقلب كمان لحاجة تانية اللي هو التطور بتاع واحدة جنبه لا والله او في الحقيقة لطيف جدا وكيوت بس في العرض مش لطيف وكيوت قولولي يا احمد علاء وهو مخرج شاب الاحساس بقى ما بينكم كان عامل زي مخرج بجد بقى والتزام وفي حد بيخرج عن نص وكده نعم نعم وللسه مدى برضو والله يبردو في العادة الفنان لازم يبقى مدىزم بقية دا عن المخرج او غير المخرج هو الفنان في حياته لازم يبقى ملتزم في شغله والملتزم في موايده ملتزم في الحاجات دي كلها لان دا بيبقى من فنه هو من شخصيته ومن كاركتره هو بيقدم نفسه انا عايزة اجابات سريعة جدا عن التمثيل ايه بالنسبالكم في فرص كتير للتمثيل. البس بريسلي بالقصة. آآ يعني. تحاجات كده لازلت. يعني عندك تمثيل وإخراج. آآ آآ. ومش أي تجارب إخراج بصراحة. يعني فيه تجارب معينة نفسي فيها. لكن مش أي تجربة إخراج هتيجي قدامها عملها. أحمد انت إيه التمثيل لخطوات اللي عملتها وانت فين يعني. أنا كان لها من يعني الشرف أن أنا مثلت بجوارة في النهار الكبير. يحي الفخراني في مصرحات لير. لما عاد إنتاجها مرة تانية ده شرف كبير اللي هي. ودراستي يعني أسقلت من. انت كده مميز. عندك مراحل يعني. آآ طبعا يعني. دي حاجة مهمة بالنسبة لي جدا. غير أني دراستي في المعد يعني أسقلت من ما وهيبت شوية. وأن أنا تعلمت على أيد أزادسة كبار رساس جلال الشراوي رحمة الله عليه. وأسادسة طبعا مش عايزة أنسى حد. بالنسبة لي أن أنا شايف أن التمثيل هي متعة. هي متعتي أن كلنا هنموت. لكن أنت الشاشة الصغيرة دي هي الزاكرة الحقيقية أن أنت هتفضل موجود. وكم من فنانين وعظماء يعني يرحلوا عننا لكن فنهم موجود. ده نفسي أن ده يحصلون. تقول ليش أنا الله يفعلني. طبعا. قول لي عايزة أعرف منك سريعا بس عشان الوقت. يعني أنت موجود في التلفزيون المصري. كان فيه في يوم من الأيام رقفة الهجان ليالي الحلمية. حلمك إيه؟ حلمي أننا السينما تكون رقم واحد عالميا. السينما؟ لأنه هو ده القوى النعمة بتاعت البلد. حلمي أو من ضمن أهدافي إن شاء الله. أننا نوصل فعلا للعالمية بأفلامنا. نقدر نقدم رسالة واضحة. والله نريد أنكم توصلوا إلى المحلية الأولى. تعملوا حاجات حلوة للمحلية. والمحلية هتوصل للعالمية. إن شاء الله. ده من ضمن أحداثنا. إن إحنا نوصل فعلا للعالم. عملت إيه سريعا ونفسك في إيه؟ بالحد دلوقتي لسه محقاتش 1% من الحاجات اللي أنا عايزها. بس وش التلفزيون يبقى حلوة عليك. إن شاء الله. إن شاء الله بأمر الله. و بأمر الله يعني فيه تصوير جايب إن شاء الله. بس أنا بس مش عايز أحرق الموضوع يعني. مش عايز تحرق الموضوع. آه بصراحة يعني. إن شاء الله. أحب برضو الفنان فنان. يعني حتى لسه في البداية مش ها أحرق الموضوع عليك. عمر سريعا. أنا عملت مسلسل دايما عامر مع مصطفى شعبان بالموضوع 2022. كنت بعمل دور مهم يعني. افتكرتك دلوقتي وأنت بتقول. طبعا. و عملت مسلسل طاقة نور مع هاني سلامة في 2017. طبعا مع حفظ الأرقاب. طبعا. و مسلسل ولد الغلابة مع النجم أحمد السقل. طبعا. و اشتغلت في مصرحية المالي كلير مع دكتور إيحر فخراني برضو نورت شرف. لا لا انت موجود. الحمد لله يعني. الحمد لله. ونيرفانا. أنا من مصرح الجامعة للإعلانات فترة لشورت موفيز بعد كده المعهد وبعدين. ممكن تبقي معضل كمان هايلا. شكرا. وبعدين كان في مسلسل اللعبة تلاتة. آه. وأبو العروسة تلاتة. أنا كنحظي في دايما في الجزء الثالث من المسلسل. انت كلنا حاجات تلاتة. طيب قبل ما الهواء خلاص. أنا عرفت إن نيرفانا بتغني. فحنختن بحاجة. مش غنى ترابي. مش غنى بالمعنى. دي هتكون الختام. وعلى بال ما اتفكري أنا بشكركم كلكم. بنشكر الحقيقة يعني اهتمام الدولة ومسرح الطليعة. جدا. وبنتمنى إن شاء الله نفضل كده يكون ده مكان الشباب ييجوا تكلموا عن موهبهم. وانتو مبسطين إن احنا معاكم. اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. كلكم مع بعض لهم واحد واحد. ده بجد. بالنسبة لي خطوة مهمة جدا إن أنا طلعت مع حضرتك. حضرتك إعلامية قديرة جدا. لا لا سيبك مني. انت جيت تلفزيون بلدك. طبعا. اه طبعا. بس برضو أصلا إن احنا نطلع مع حضرتك. فده شرف كبير لأي حد يعني. أشكرك. بقى كتبها بس في التاريخ. أشكرك. أشكركم أنتو أكيد المشوار بيبقى حلو. نتعب ونوصل وأكيد وجوهكو كلها مباشرة وإن شاء الله يبقى حلو. يلا ينرفعنا لأنه خلاص. انتو بقى فلانين وعارضين ستسدل السطار. ميش. أغني حاجة بقى ممكن الناس تبقى مستغربة إن أنا أبقى حافظوا حاجة كده. أحفظي وأنا أقول لكل مشاهدينا بشكركم. ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي.